يسأل عن مسألة الرؤية الشرعية للقمر للهلال أو الفلك طبعا الأصل هو الرؤية الشرعية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيتها وأفطروا لرؤيتها مع أن الحساب كان موجودا عندهم من قبل وكان الحساب معروفا يحسبون عدة الأشهر وعدة الأيام ويعلمون متى تغيب الشمس ومتى تطلع فكان الحساب معروفا ومع ذلك لم يحولهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب إنما حولهم على الشيء المتيقن منه النظرة إلى الهلال وكذلك الفلكيون في كثير من الأحيان يختلفون يعني أنا أدرس في الجامعة في قسم الشريعة ومعنا بعض الزملاء يدرسون في قسم الفلك أسادثة الفلك أنفسهم يختلفون كل سنة في دخول الشهر وفي خروجه وهم أسادثة الفلك الذين عندهم المراصد وعندهم الأجهزة فالأصل ألا نتبع في بداية رمضان أن لا نعتمد اعتمادا تاما صحيح يمكن الاستشهاد بالفلك والنظر فيه ونحو ذلك لكن أيضا والله تعالى يقول لي تعالى معدد السنين والحساب لكن كذلك أن يكون النظر بالعين المجردة هو الأصل ترجمة نانسي قنقر